موسيقى موسيقى بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين سلام المسيح عزائي مشاهدي ومتابعي برنامج أبناء الرافدين وحلقة جديدة واختبار جديد وعنوان الحلقة صدق أو لا تصدق وقبل ما نشارك مع أخونا في جسد المسيح ونسمع إلى اختباره ونستضيف معنى خليني أقرأ على مسامعكم من سفر يونان وصحاح ثلاثة ثم صار قول الرب إلى يونان ثانية قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي لها المنادات التي أنا مكلمك بها فقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب أما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة ثلاث أيام فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى بعد أربعين يوما تنقلب نينوى فآمن أهل نينوى بالله ونادى بالصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد أمين نعرف من خلال هذا الأمر أن يونان النبي قام بإنقاذ نينوى العظيمة من خلال الله الله أرسله كذلك مرات الله يرسل أشخاص في حياتنا لكي ما ينقذنا لكي ما يصحينا لكي ما يرشدنا إلى الطريق الصحيح وهذا هو اختبار أخونا أفرام اللي حيشاركنا الآن بهذا الاختبار اتفضل عزيزي أخونا في جسد المسيح أفرام تكلم سلام المسيح إلى متابعي برنامج ابناء الرافدين سلام مسيح قسيسنا بشار أنا أخوكم أفرام ابن من أبناء المسيح أحب أن يشارككم اختباري كنت في يوم من الأيام بالصدفة تاب أحد البرامج على السوشال ميديا وفي أحد الحلقات كان المتكلم شخص من خلفه إسلامية وقبل المسيح مخلصا لحياته وعند استماعي له وهو يدافع عن المسيح والمسيحية بكل قوة وشجاعة وجرأة وفي هذه اللحظة انتابني شعور بالخجل من نفسي لكوني مسيحي ولكن لم أفعل ما فعل هذا الشخص الذي هو الذي هو الآن أخي في المسيح وهذا الشعور شجعني إلى أن أكون مناظر ومناقش وأدافع عن المسيحية والمسيح لكي أشهد عن رب المجد يسوع المسيح وماذا فعل من أجلي ومن أجلكم وهذا هو اختبار البسيط أتمنى أن يكون سبب بركة لكم جميعا ورسالتي أريد أرسل رسالة لجميع الأخوة اللي راح يسمعون ويشاهدونها رسالتي إلى أخوتي في المسيح من الخلفيات الأخرى الذين تركوا كل شيء من أجل المسيح وأسلموا حياتهم المسيح يسوع بدون خوف وتركوا مالهم وبيوتهم وأهلهم ووطنهم من أجل المسيح لقد أحييتم روح المسيح التي فينا من خلال المسيح الذي فيكم ومن خلال ما تفعلون من أجل المسيح وما أراها فيكم من قيادة الروح القدس في قوة وشجاعة بطرس أشكركم يا أخوتي المباركين في المسيح هذا واختباري عزيز القسيس بشار وهذا وكيف تعامل معي الرب يسوع المسيح آمين آمين نفهم من اختبارك أن الشخص الذي أرشده هو شخص من خلفية مسلمة آمن بالمسيح وهذا شيء شعل نار الغيرة المقدسة نقول في حياتك على المسيحية وعلى المسيحيين وماذا تشوف أخوانك من المسيحيين من الخلفيات الأخرى يجاهدون الجهاد الحسن فأني أحب أوصل أيضا هذه الرسالة وأشكرهم آمين ربي باركك عزيزي أفراين من خلال حلقتنا لحنا نتطرق واسم الحلقة هو صدق أو لا تصدق بهذا الخط كتب القرآن أي غير منقط غير مشكل أو لا يوجد كسرات وضمات وشدات وفتحات ولا حتى أرقام للآيات مع العلم أن الآيات الموجودة فيها أرقام الآن وفيها نقاط لكن لا نرى هذه الأمور في الكتاب الأصلي الموجود في المتحف وكل المسلمين يعلمون هذا عزيزي أفراين ما هي نقط احتجاجك على هذا الموضوع أو الفكرة اللي عندك اللي تحب تشاركنا بيها نعم قسيسنا بشار مثل ما طرقت للأسف القرآن اللي موجود حاليا بيد المسلمين في العالم كله ليس نفس القرآن الذي كان في البدء يعني مختلف نعم بالضبط مختلف نصيا قواعديا إملائيا تشكيليا من نقاط وحروف وحتى يعني الآيات ما تعرف بدايتها من نهايتها غير مرقمة وغير واضحة فهذا يعني الشيء اللي يدعون بأنه انزل عربيا المفروض يكون عربيا مفهوما للناس فكما لاحظنا في المخطوطات القديمة اللي موجودة حاليا في متحف بريطانيا هي مخطوطات غير مطابقة أبدا للقرآن الموجود حاليا بشار قصنا بشار العزيز أي حبيبي نعم فمثل عدنا في 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 القرآن أكو آية يعني يتعاطاها المسلمون دائما ويتشدقون به ويقولون أن أنزلنا قرآن عربيا لعلكم تغفلون هاي في سورة يوسف ذكرت هذه الآية في سورة يوسف نعم وفي سورة الزمر قرآن عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون الآية 28 يعني هاي الآيتين أكثر آيات يقولون أنه أنزل عربيا بس بالحقيقة هو مش عربيا نهائيا يعني اللي دارس عربي يعرف يقرأ ويكتب عربي لما تنطي اللغة العربية نعم لغة العربية لما تنطي هاي النسخ القديمة الموجودة في المنحف البريطاني تقول لها تفضل قراها ما رح يعرف يقرأها على من ما تعرف البي من النون من الت يعني الأحرف متشابك يعني ما فيها التشكيل فما رح تعرف النون من الطام من الضاد من الغين من العين فأحرف صارت الكلمات غير مفهومة شنو رح يقدرون يقرون يعني فصعب جدا اختلاب جدا يعني نعم ولغة القرآن يعني كانت ذاك الوقت الشكل والآن الشكل يعني مختلفة تم اختلافها وتم تغييرها أيضا وتم تنقيطها فلذلك يمكن تغيير الكلمات بعدة طرق وتشكيلها حسب شهوة قلب الإنسان فأعتقد أنه هو كتاب شهوات وليس كتاب الله نعم أيضا هناك آية في سورة الحجر نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذه الآية جدا خطيرة قسيسنا بشار ليش إذا نطبق هذه الآية في الواقع نقول نزلنا الذكر وإنا له لحافظون مفروض نفس الذكر الذي نزل قبل 1400 سنة أو أثناء بالبداية لا يتم تغييره نعم بالضبط فما هو نفس الذكر الذي موجود هسا أليس هذا يدل على أن هناك مشكلة كبيرة في القرآن يعني تدخل تدخلت الأياد البشرية في التنقيط والقواعد والتشكيل والتنقيم هذه معناتها لم يحفظ الذكر الذكر كان مختلفا الذي موجود حاليا في بريطانيا في المتحف البريطاني مختلف نعم مختلف جدا يعني ما عنده يعني إذا نجي نفسرها أنه لا يوجد أمان لله أو لإله الإسلام في هذا الموضوع وذلك بسبب أنه لم يستطي أن يحفظ كتابه من التغيير حيث تم تغيير ما يقارب بعد مئات السنين في القرآن وتنقيطة وأرقام ووضع كسرات وشدات وأمور أخرى للقرآن أحسنت الإله الأسلام فشل فشل ذريعا في حفظ كتابه أو في حفظ كلامه والدليل الدليل اللي واضح اللي موجود النسخة القديمة غير منقطة غير مرقمة غير لا كسرات لا شدات قواعدين إملائيا غير مطابقة للقرآن الموجود حاليا بين الأيدي وفي المكاتب وفي المساجد إذن إله الأسلام فشل الشغلة الأولى الشغلة في التاريخ الإسلامي وفي عهد الخليفة الثاني عثمان بن عفان الذي جمع المصاحف في ذاك الوقت وحرقها وجعل فقط نسخة واحدة يعني النسخة الأصلية شبه شبه مخفية أو شبه شبه مفقودة غير موجودة إلا ما أو نقدر نقول كان يوجد نسخة عديدة موجودة نعم ولكن تم إخفاءها لإظهار نسخة وحيدة ترضي رغبات ذاك الشخص نعم أو الوالي اللي كان موجود اللي هو عثمان نعم بس أكو لازم نحن من هاي الحادثة نلخص بضع أسئلة ومن ضمنها السؤال كل كان يراودني السؤال هو كيف يسمح الله بحرق كتبه هنا هذا السؤال كلش مهم إذا كان هذول كتب الله وأكثر من نسخة وأكثر من نصحف شلود سمح الرب الحرق وكيف كيف يسمح الله بحرق كتبه كلامه أو كتبه بالضبط هذا وهو كلام مقدس أي قدسية في هذا الكلام وأي قدرة لهذا الإله الذي لا يستطيع أن يحمي كتابه أحسن إذن يجينا سؤال ثاني إذا تم الحرق لماذا تم الحرق معناته كان أكو شي خلل بالموضوع يعني خلل في تطابق في تطابق المصاحف الموجودة في ذلك الوقت وهذا الدليل واضح لأنه كان فيه اختلاف لو وجود الاختلاف ما أحرقت المصاحف وجمعت فيه واحد حسب حسب الأحاديث والموجودة لأنه فيه كان يكو اختلاف لذلك تم الحرق معناته في عدنا معضي الأخرى هو الاختلاف يعني ما حتى ما كان موجود في مصحف واحد حافظ عليه إله الإسلام كان فيه أكثر من قرآن لذلك تم الحرق والجمع لذلك لم يستطيع الحفاظ على كتابه فأي إله هذا الذين يعبدوه أشكرك عزيزي أفرام على مشاركتك باختبارك وبالأمر اللي تكلمنا به الذي هو صدق أو لا تصدق هل الكتاب القرآن هل هو من الله وهل هناك إله للإسلام أم هل هناك إله يستطيع أن يحفظ هذا الكتاب أشكرك عزيزي على مشاركتك ربي باركك عزيزي ونصلي من أجلك أن ربي باركك ويستخدمك معنا في حلقات أخرى آمين أشكرك خلونا الآن عزيزي تفضل آمين أشكرك جدا لتاح الفرصة للمشاركة في هذا البرنامج الرائع ونصلي من أجلك ونصلي لجميع الذين يسمعونا ويشاهدونا أنتح البركة الرب يسوع عليهم ويكونوا الأبناء الله الحقيقيين آمين أشكرك مضاء أخرى آمين آمين عزيزي أنت ربي باركك عزيزي خلينا نصلي بهالوقت الجاي ونقول لها يا رب يسوع نضع أولادك من الخلفيات الأخرى من المسلمين أن ترشدهم إلى كتابك الحقيقي الذي هو الكتاب المقدس الذي هو كتاب الحياة الذي هو لا يزول يا رب أنت قلت كل شيء على هذه الأرض يزول لكن كلامي لا يزول ومكتوب أن الكتاب المقدس سيفذو حدين يخترق النفس والجسد والعقل نصلي يا رب أن يخترق يا رب هذا الكلام قلوب أخواننا وأخواتنا سلام المسيح عزائي المشاهدين يكون معكم بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر